بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم ومرحبا في صحبة حلقة جديدة من برنامجكم الأثير لغة القرآن على شاشتكم مفضلة الناس مشاهدي الكرام يقول ربنا جل شأنه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون انتهينا من حديثنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى إن ودور هذه الكلمة وهذه الأدى في الجملة إن حرف حرف أداء الأدوات ليست أدوات هامدة أو جامدة كغيرها في غير العربية إنما الأدوات في العربية لها أدوار في اللفظ وأدوار في المعنى إن الذين يكتمون إن الذين يكتمون إيه هو الكتم أو الكتمان عرّفه العلماء فقالوا هو وَتَرْكُوا إِظْهَارِ الشَّيْءِ قَصْدًا يعني فيه شيء مفروض يظهر نترك إظهاره متعمدين تركوا إظهار الشيء قصدا لو ما فيش قصد لترك الإظهار بيبقى شكت الكتم ترك إظهار الشيء قصدا بس كده لا مع مسيس الحاجة إليه وتحقق الداعي له يعني فيه تلات شروط أن يتم ترك الشيء ده الكت بس تلات شروط الشرط الأول أن يكون الترك لإظهار الشيء مقصودا مع سبق الإصرار والترصد مقصودا اتنين أن الحاجة تكون ماسة إلى إظهاره تلاتة أن الداعي إلى وجوده يتحقق هذه الشروط أن تحقق الكتر ترك إظهار الشيء قصدا مع مسيس الحاجة إليه وتحقق الداعي له طيب هل اليهود عملوا كده في آية الرجل وآيات نوعوت النبي صلى الله عليه وسلم نعم تركوا إظهار ذلك قصدا مع مسيس الحاجة إليه وتحقق الداعي له طيب آدي الكتن طيب إيه الوسائل اللي بيتخذوها ليتحقق عملية الكتن دي يعني طيب الكتن ده له كام صورة بلاش الوسائل إيه الصور اللي لما تحصل يبقى كتن قالك صورتين اتنين الصورة الأولى أن نخفي الشيء نخفيه نستره نمنعه نحجبه كأنه ليس موجودا الصورة التانية إن احنا نشيل الشيء ونحط شيء مكانه غيره يبقى اخفاء الشيء أصلا دكت أو رفع الشيء ووضع غيره في موضعه من عند لحنة ده كتن طب ليه ربنا قال إن الذين يكتمون ولا قالش إن الذين يسترون إن الذين يحجبون إن الذين يمنعون ليختار الكتن بالذات الحجب منعه ستر والستر عجبه ومنع والمنع عجبه وستر صحيح إنما كلهم فيه فروق بينهم برضو مش بالضبط ده قد ده لكن مع إن الفروق بينهم بسيطة إلا إنهم مش زي الكتن الكتن إحكام في الحجب بشكل شديد جدا كتم فاصل ونواصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحجب الحجب منع وبس إنما الكتن منع ويقض للشيء اللي احنا منعينه يقض جديد للشيء الممنوح حتى لا يظهر ولا تظهر أمار عليه آدي الكتن وغلاف الساتر الساتر الشيء هو هو موجود لكن وضعنا شيئا عليه بحيث إذا أزيل هذا الشيء وجدنا إذا أزيل الساتر وجدنا الشيء المسطورة كما هو إنما الكتن يا إزالة الشيء خالص يا رفع الشيء ووضع غير مكانه آدي الساتر والفرق بينه وبين الكتن إن الذين يكتمون طيب ليه ما قالش إن الكاتمين ما أنزلنا أصلا الواحد ممكن يكون كاتم لكنه لم يكتم يعني إيه أنا لو تسألت سؤال في العلم ونصاحي أجوبه طيب افرد أنا خدرت لإجراء جراحة وواحد جه الجنبي مش فاهم سألني سؤال أنا مش هرد لأني مخدر هل أنا أبقى كاتم كده أبقى كاتم لأن الشيء مسطور عندي لكن أبقى بكتم هو أنا ليه دخل الذي يكتم هو الذي له دخل في الكاتم ليس كل كاتم يكتم ممكن كاتم غصب عنه مهدد لو قلت الكلام ده ما تعرفش إيه اللي يجرانك يسألوه ما يرضاش يتكلم يسألوه ما ما عرفش يبقى هو كاتم لكنه لم يكتم يعني الذي يكتم هو الذي له دخل في عملية الكاتم وممكن يقوله ما يكتمش يبقى الذي يكتم هو صاحب الدور في الكتمان له دخل في الكتمان عشان كده ما قالش إن الكاتمين قال إن الذين يكتمون إن الذين يكتمون يعني لهم دور في عملية الكتمان لكن لو ملوش دور مكره مهدد مغيب ما يبقاش ده عليه ذنب ولا ذاكي في الوعين إن الذين يكتمون طب اليهود كتموا إيه قلنا قبل كده في حلقة مضت إن اليهود كتموا الآية التشريع بالرجم للزاني المحصن ونعوت المصطفى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كتموه طيب يكتمون ده فعل مضارع الفعل المضارع ده يفيد التجدد والحدوث والاستمرار يبقى اللي كتم أي حاجة في الرسالات الماضية واللي هيكتم أي حاجة في رسالة الإسلام كتاباً وسنة وأي حد يكتم أي حاجة في الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة دي وظيفة مضارعية الفعل يعني ربنا قال إن الذين يكتمون وجاب الفعل مضارع بالذات عشان يحكم بالعقوبة اللي حيصدرها على كل من يعبث ويكتم منذ نزلت الآية وإلى أن تقوم الساعة إن الذين يكتمون طيب ما قالش إن أي واحد يكتم ليه أو إن من يكتم ما قالش ليه كده لو قال هتبقى المسؤولية فردية كتم هو يعاقب ما كتمش وغيره كتم غيره بس اللي يعاقب هو لأ القرآن في تكليفاته دايماً بيسند فعل التكليف إلى واو الجماعة علشان الكل ينفذ والكل ينصح منهم في دائرة النصح بالتنفيذ والكل يأمر منهم في دائرة الولاية بالتنفيذ نلتكي بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى الفعل يكتمون يكتم ده بيخلي الوعيد لكل واحد يعبث بالنص إلى يوم القيامة وإسناد الفعل إلى واو الجماعة تفين إن الوعيد ده مش لللي بيكتم بس للذي يكتم وللذي يغري بالكتمان وللذي يوصي بالكتمان وللذي يكره على الكتمان وللذي يساعد على الكتمان وللذي يسعد بالكتمان وللذي يأمر بالكتمان وللذي يربي الناشئة على الكتمان أي عبث في العلم بالتحريف الوعيد شديد عليه لمن يقومون به إلى يوم القيامة إن الذين يكتمون الواودي هي اللي بتخلي دايرة المسئولية واسعة يعني اللي ربه الباحث اللي بيعبث في العلم عليهم مسئولية من اللي بيعمله وعندنا فيه نصوص كتير بتدعم هذه الرؤى مش بنقول الرؤى دي عفويا أو تلقائيا لا يعني هل ما بقول إن أي باحث بيحرف في البحث العلمي مش بس في أحكام الشريعة أي باحث بيلعب في البحث العلمي يسرق ما يوسخش يعدل في الاستنتاجات عشان أهوائه دا كلام ما مش صح إطلاقا والبشرية مش هتتقدم بكده أبدا البشرية هتقدم بالصدق والتجرد والأمانة والموضوعية والجد والصهر والتعب والاستشهاد في ساحات البحث العلمي ساحة عاوزين فيها شهداء زي ساحات القتال وساحات مكافحة الإرهاب والإرهابيين البحث العلمي مضني جدا لكن ما بنسمعش عن شهداء في البحث العلمي لأنه ما بيرهقوش نفسهم احنا عاوزين نعمل ونعرق ونتعب ونكدح ونثابر ونعتمد على الله ثم على أنفسنا حتى ننهض وطريق النهضة العلم والبحث العلمي ومن أسس نجاح البحث العلمي وإيتائه ثمراته دانية القطوف شهية الجلع أن يتخلق الباحثون بهذه الآية الكريمة فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يزينون السيء ليراه الناس حصنا ولا يسطون على نتاجات فكر الآخرين وإفرازات قرائحهم وثمرات جهودهم وعرقهم لينسبوه إلى أنفسهم بالزور والبهتان لأن ذلك تدليس وسرقة ممقوطة في دنيا البحوث العلمية إن الذين يكتمون ما أنزلنا ما أنزلنا ما قالش ليه الوحي أولاً مادة نازل دي توحي بسمو المصدر أما أقول القرآن نازل من عند الله نازل دي توحي بالعلو اللي نازل نازل من العلو يبقى دي توحي بعلو المصدر مش العلو الحسي في المكانة وفي المكان ولا إيه لا العلو المعنوي أما أقول ده أنت حاجة عالية خالص مش حاجة عالية يعني ساكن في دور الـ 14 لا حاجة عالية يعني مستوى أدبي راقي مستوى علمي راقي مستوى وظيفي راقي مستوى اجتماعي راقي مستوى خلقي راقي هذه هي الرفعة الحقيقية بالعلم والأخلاق بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلاله ولشاعر آخر لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي ما أنزلنا مادة نزلة توحي بسمو المصدر وجلاله ورفعة شأنه وجلال ما نزل ما أنزلنا ما قالش إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات إسناد النزول إلى ضمير العظمة نلتقي حول هذه النقطة الجمالية في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله إلى أن نلتقي تحياتنا إلى حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة